أهلا بكم مع هذا الترس الجديد سنشرح فيه أخبار اليوم خبر اليوم يتحدث عن سيطرة القوات الإثيوبية على عاصمة منطقة تغري الموجودة في الشمال فكما يعلموا جميعا هناك صراع دائر في إثيوبيا بين القوات الإثيوبية وبين الانفصاليين الموجودين في منطقة تغري في الشمال أول كلمة سنشرحها هي الأمام والواسوسة أنها سيدرا سيترا ثما ، قام في السيطرة سيترة دان سيدرا ثما أنها سيترا سيترا ثما أول السيدها أول هذا التقرير وم algun كل Nan Drake قéesتها ثمه أوليد رأسال أضمل قال رئيس الوزراء والقائد العسكرية لإثيوبيا بأن القوات الفيدرالية سيطرت سيطرة تامة على عاصمة منطقة تيغري تيغريز ريجنز كابتول عاصمة المنطقة ريجن المنطقة ريجن ريجن مليتر ريجيف مليتر ريجيف قائد عسكري فيدرال فورسز قوات فيدرالية فيدرال فورسز سنعيد القراءة إثيوبيا's prime minister and military chief said that federal forces have taken full control over the Tigris region's capital ميكيل إيباس بن ثوماس reports الفقرة الثانية offensive أول كلمة سنسعلم وهنا offensive offensive يعني هجوم هجوم عسكري offensive تعني تستخدمه كذلك كأجيكتف صفاء لكن هنا استخدمت كإسم offensive هجوم declare يصرح يعلن declare إثيوبيا's prime minister أبي أحمد declares that taking of Mikkel marks the completion of the military offensive degree that started nearly four weeks ago رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يعلن بأن الاستيلاء على ميكيل يمثل ماركس أو يشكل انتهاء الهجم العسكرية أو العملية الهجومية العسكرية في تيجري التي بدأت قرابة أو قبل أربع أسابيع تقريبا nearly 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 تقريبا nearly four weeks ago nearly four weeks ago قبل أربعة أسابيع تقريبا nearly four weeks ago أحمد declares that taking of Mikkel يصرح أحمد بأن الاستيلاء على ميكيل ميكيل هي العاصمة التي قلنا أحمد declares that taking of Mikkel يصرح بأن الاستيلاء على ميكيل ماركس the completion يشكل أو يمثل انتهاء ماركس the completion of the military offensive للهجم العسكرية integrate that started nearly four weeks ago arrest ياتقل أو اعتقال arrest arrest humanitarian crisis أزمة إنسانية humanitarian crisis humanitarian crisis displace ينزح أو نزح يعني تغير غير مكان سكناه وعيشه لظروف قاهرة لأنها جاءت من place مكان وdisplace يغير مكانه هنا النزوح نزوح الناس بسبب الحرب أو شيء ما كوارث طبيعية إلى غيرها إثيوبيا's government continues to seek the arrests of the regional leaders while millions of civilians have been plunged into a massive humanitarian crisis nearly one million people have been displaced الحكومة الإثيوبيا إثيوبيا's government تواصل السعي لإعتقالات القادة أو قادة المنطقة في الوقت الذي وقع فيه الكثيرون أو الملايين من المدنيين millions of civilians وقعوا في أزمة إنسانية كبيرة have been plunged into a massive humanitarian crisis وما يقرب من مليون شخص نزحوا nearly one million people have been displaced كما تلاحظون الكثير من الكلمات ذكرت استخدمت في هذا المقال والتي قد لا تعرفونها مثلا plunge plunge تعني يغطص حرفيا لكن هنا استخدمت بمعنى واقعة كأنك تقول بأنهم انغمسوا عميقا في هذه الأزمة كما ننغمس في داخل الماء ويغطين الماء عندما نسبح في البحر فنفس الشيء وقع لهؤلاء الناس انغمسوا كلهم كلهم في هذه الأزمة الكبيرة massive كبيرة جدا لهذا فحفظ الرجوع إلى القاموس لشرح الكلمات هو أمر متعب وليس طريقة جيدة لحفظ والتعلم الكلمات أو القراءة يجب الاعتماد على السياق أثناء القراءة فهذه الكلمة plunge يمكن فهمها بسهولة دون الرجوع إلى القاموس انطلاقا من السياق مثلا فأي كلمة وضعت هنا ستكون مفهومة انطلاقا من السياق يعني وقعوا في هذه الأزمة هذا هو المهم لذلك لا يهم أن تشرح هذه الكلمة أو أن تفهمها حرفيا وكيف تستعمل إلى غير ذلك فالسياق واضح وسيسهل عليك فهمها وكذلك استخدامها فإن تذكرت طريقة التي استخدمت بها في هذا السياق يمكنك إعادة كتابتها واستخدامها في سياقات مختلفة دون الرجوع إلى القاموس القراءة هي أفضل طريقة لتعلم الكلمات وكذلك لتذكرها لأن هذه الكلمة ستصدفها مرات ومرات أخرى أثناء قراءتك وهكذا ستتذكرها رغما عنك سواء أردت أم لم ترد لا تحاول كتابة مثل هذه الكلمات في ورقة لمراجعتها من بعد لأن هذه طريقة مملة جدا والملل هو عذو التعلم أردت التعلم عليك أن تجعل عملية ممتعة ولا يوجد شيء أكثر إمتاعا من القراءة خصوصا قراءة الأشياء التي تعجبك الكتب التي تمتعك إن كنت مهتما بالتاريخ اقرأ عن التاريخ لا تقرأ قصص الأطفال أو روايات كنت لا تحب التاريخ وتحب مثلا الرياضة اقرأ عن الرياضة باللغة الإنجليزية لأن المعلومات التي توجد لديك خلفية التي توجد لديك حول هذا الموضوع ستساعدك على فهم النص الذي تقرأه ستفهمه دون فهم المفردات أو مجمل المفردات المستخدمة لأن لديك معلومات سابقة حول هذا الموضوع وهذه المعلومات ستساعدك على تخمين معاني المفردات المستخدمة في النص على الرغم من أنك لم تصادفها من قبل أو لا تعرفها هذه هي الطريقة التي يجب أن تتعلم بها اللغة الإنجليزية القراءة كثيرا والتوقف عن حفظ الكلمات وتوقف كذلك عن دراسة قواعد اللغة أدرس فقط القواعد الأساسية جدا لا تقوم بالتعمق في استخدامات المختلفة لPresent Continuous وPresent Perfect والدقائق الاختلافات والاختلافات الدقيقة بين هذه السيغ اللغوية شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء في درس لاحق